التقى محافظ محافظة حضرموت مبخوط بالماضي بالمكلة وفد وزارة الصحة العامة برئاسة مدير عام طب الأسرة بديوان الوزارة دكتور محمد جمنار ووفد منظمة الصحة العالمية برئاسة الدكتور محمد زياش استشاري التحصين بالمنظمة ومنسقة الأمم المتحدة للطفولة اليونسف بمحور حضرموت دكتورة فوزية غرامة بحضور مختص برنامج التحصين وترصد شلل الأطفال بالوزارة ومنظمة الصحة العالمية واطلع المحافظ على نتائج اللقاء التقويمي والتخطيطي الموسع الأول الذي اختتم أو الذي اختتم أعماله بالمكلة بحضور ممثل أنشطة التحصين في ستة محافظات والذي نظمه قطاع الرعاية الصحية الأولية بالإدارة العامة للصحة الأسرة والبرنامج الوطني للتحصين الموسع بدعم من منظمة الصحة العالمية وناقش اللقاء سبول تعزيز التعاون بما يخدم تطوير وتحسين الخدمات الصحية والعلاجية ومنها برنامج التحصين للوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين وأكد محافظ حضرموت حرص السلطة المحلية بالمحافظة على دعم القطاع الصحي وتحسين وتطوير المنظومة الصحية مثمنا جهودا ودعم شركاء القطاع الصحي وعلى وجه الخصوص مرضمة الصحة العالمية اليونسف يونسف